وقعت وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم في مجال التوأم بين المدارس المنتسبة لليونسكو وذلك في مقر منظمة اليونسكو في باريس على همش المشاركة في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس وقع كل من سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مذكرة تفاهم بين الوزارتين في مجال التوأمة بين المدارس المنتسبة لليونسكو حيث جرى التوقيع في مقر اليونسكو وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى المعلمين والطلبة نحو أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين وتهدف هذه المذكرة إلى تبادل المعرفة والخبرات مما يوسع مدارك الطلبة وخبراتهم ويحفز على تبادل المعرفة وآليات التطبيق والاستفادة من تقنية المعلومات المتاحة لتعزيز آليات التواصل بين الفئات المستهدفة والإشراف على المشاريع وعرضها دوريا ومشاركة النتائج وفقا للآليات المتفق عليها إلى جانب تدريب المشرفين على المشروع في كلا الجانبين واستضافة الفائزين الذين يتم اختبارهم لعرض تجربتهم ومشاريعهم في ختام المشروع في الدولتين بالتناوب هذا وقد اتفق الطرفان على تأسيس مجموعة عمل مشتركة لتنفيذ هذه المذكرة على أن تجتمع بالتناوب في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مملكة البحرين وذلك باتفاق مسبق بين الطرفين إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم هي تعبر عن العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مجال التعليم يشهد العديد من التنسيق والتعاون اليوم من خلال المدارس المنتسبة لينيسكو في كل البلدين سيتم تنفيذ العديد من البرامج المشتركة وتبادل الخبرات وهذا سيكون له أثر بعون الله تعالى لتوثيق العلاقات بين المدارس في كل البلدين وأيضا تنفيذ مشاريع مشتركة على المستوى الضلابي من جهته أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة أن هذا التعاون هو امتداد لمسيرة تعاون طويل بين البلدين الشقيقين في إطار السعي الدائم إلى تكريس أفضل التجارب الرائدة تعليميا بما يحقق عوائد ومكاسب تربوية إضافية من التقدم والازدهار في العملية التعليمية خاصة ضمن مشروع المدارس المنتسبة لليونسكو الذين تطلعوا إلى أن يتخذ مسارا جديدا من التقدم وفق هذا التعاون الأخوي ومن جانبها أكدت السيدة سابينددزل المنسق الدولي لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو أن هذا الاتفاق التعاوني هو الأول من نوعه ضمن الشبكة مسرورة جدا بحضور كل من وزير التربية الإماراتي والبحريني لتوقيع هذا الاتفاق التعاوني الأول من نوعه ضمن شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو وهي من أوسع الشبكات وتشمل 11500 مدرسة من 182 بلدا حول العالم حيث التزمت تلك المدارس بتبني قيم اليونسكو وبناء السلام في عقول الناشئة والمعلمين هذا التعاون يعني تعلم الطلبة والمعلمين ليس فقط من خلال هذه الشبكة بل من خلال الإمكانيات والوسائط التي تتبعها اليونسكو لنشر السلام بين البشر وإنني سعيدة وفخورة بهذا الإنجاز جدا سعيدة بتوقيعنا اتفاقية التوأم مع مملكة البحرين لدعم المدارس المنتسبة لليونسكو لتفعيل برامج إهداف التنمية المستدامة إن شاء الله تكون مبادرة رائدة لأن التعلم والمشاركة وتنمية مهارات الطلبة أهم شيء نحن نركز عليه في مدارس اليونسكو في دولة الإمارات والجدير بالذكر أن مدارس مملكة البحرين قد انضمت منذ عدة سنوات لهذا المشروع الدولي ويتجاوز عددها حاليا 120 مدرسة حكومية وخاصة وأن هذا المشروع يحقق إنجازات كبيرة لافتة كان آخرها تنافس مدارس مملكة البحرين المنتسبة لليونسكو في العام الدراسي 2018-2019 في عمل بحوث علمية متنوعة تحت محور التربية على التنمية المستدامة وتغير المناخ والتي تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر هذا وأختارت الشبكة الفيلم الذي عادته البحرين بخصوص تغير المناخ للنشر على موقعها الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر